يكفي انهم يقولون لا اله الا الله. محمد رسول الله. اليهود والنصارى صفوا خلافاتهم. وفي مؤتمر العناق والوفاة زالت العداوات بين اليهود والنصارى. ومع ذلك نرى المسلمين شيعا. هذا سلفي. وذلك خلفي. وذلك سني. ورابع شيعي. وخامس خارجي. وسادس صوفي. هذا سلفي. يقول لك انا سلفي. وهذا يقول لك انا خلفي. وذلك يقول لك انا سني. ورابع يقول لك انا شيعي. وخامس يقول لك انا من الخوارج. وبعد ذلك يقول لك انا صوفي. اسمعوا يا مسلمون. ان الله تعالى حل المشاكل كلها بكلمة واحدة. ألم تقرأوا قول الله تعالى. وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم. وما جعل عليكم في الدين من حرب. ملة ابيكم ابراهيمة. هو سماكم. السلفيين? الصوفيين? الشيحيين? السنيين? الخلفيين? الخارجيين? هو سماكم ماذا? هو سماكم المسلمين من قبل? فهل ترفضون اسما سماه الله لكم? الله سماكم المسلمين? وجعلكم مسلمين? فهل ترفضون تسمية الله رب العالمين? اليوم اكملت لكم دينكم? واتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. الاسلام قل ان صلاتي ونسكي ومحياه ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. ايسمينا الله مسلمين? ونخترع لانفسنا اسمان انا سلفي انا خلفي انا شيحي انا سني انا خارجي انا صوفي بل انا مسلم انا مسلم انا مسلم وحدوا من لا يغفل ولا لا اله الا الله قيل لسلمان الفارسي يا سلمان من ابوه? فقال سلمان عن ابن الاسلام فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكى وقال عن ابن الاسلام وعن ابن الاسلام وعن ابن الاسلام ايها السادة ان الطريقة امامنا شاق وطويل لقد قسمت بلاد المسلمين الى مماطق نفوذ روسيا تاخذ جانبها وامريكا تاخذ جانبها والمسلمون سلفيون وخلفيون وسنيون وشيعيون وصوفيون مع ان ربهم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد الله نور الله نور والقرآن نور تأمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا ومحمد جاء بالنور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين امة ربها نور وكتابها نور ونبيها نور كيف ترضى لنفسها ان تعيش في الظلمات كيف ترضى وكيف يجرؤ واحد من علمائها ان يفضل التعامل مع الكفار على التعامل مع جماعة من المسلمين